اخوي نضالة احنا حكينا كتير من بداية شهادتك كيف اختبرت للمسيح اليوم انت بتخدم الرب وانت اليوم الموضيع اللي انت كنت بتهاجمها اليوم انت الموضيع هي اللي بتحاول تشرحها للكل المسيح اولا اللي مش فاهم راسه من اجريه وللمسلم والناس اللي عندها سوء الفهم في السلوك والحياة المسيحية انا عاوز بس اكتخذنا برحلة انت كشخصيا شو كنت نقطة التحول وليه انت بتآمن اليوم في يسوع المسيح والسؤال اللي سأله بيلاتوس ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح امين اخ نزار اول شي ايماني بالرب يسوع لانه خلصني غفر خطيائي اعطاني حياة جديدة غير واقع حياتي حطني بواقع ثاني حطني بواقع ثاني غير اتجاه افكاري بالتفكير بالسلوك بالهدف بالامل اللي اعطاني اياه قبل وانا بسأل حتى السؤال بدي اسأله شخصية لاخوات المسلمين هل انت عندك امل ليش انت عايش قبل ما كان عند الامل يسوع اعطاني امل اعطاني هدف عيش على شانه اعطاني هدف انه مجد اسمه اعطاني هدف لما انا كنت قوم على صلاة الصبح انه انا كاره الله بس بدي روح بلك يحصل شوي زيادة حسنات حطه بميزان الحسنات لانه كل واحدة تأتي بعشر من امثالها لكن اليوم لما انا بروح على الكنيسة انا بستنى يوم الاحد بستنى يوم الاربع على احضر درس الكتاب بستنى التأي باخ نزار او اخ فلان واخت فلانة حتى نصلي مع بعض ونكون بشركة مع الله او لما انا بصلي وبيستمتع بوقتي مع الرب هذا اللي غيره فيني غير انه غير كل شي بحياتي لما بقول كل شي اقول كل شي بمعنى الكلمة كل شي بمعنى الكلمة وهو صار الهي وملكي فهذا التغيير الاساسي اللي عمله فيني المسلم يتساءل مثلا انا شو حي تغير فيه هل حي تغير فيه هل حيصير هذا الشي بحياتي وغالبا ما نطلع على افكار مادية لكن لما تعرف غينة محبة الله وتاخذ السلام الداخل لجواتك السلام اللي بيعطيك هي المسيح وتؤمن وتحس شخصيا او تشعر جواتك انه خطاياي غفرة اختبرت التوبة وغفران الخطايا هذا اثمن من اي شي مادي طبعا تمر بتساؤلات يسألوها المسلمين ليش المسيح بس ليش بس يسوع المسيح لانه هو الشخص الوحيد البلخطية هو الشخص الوحيد اللي تواضع ونزل هو الشخص الوحيد الكامل دايما بيقول نقول الله تعالى اذا الله تعالى اذا انت اليوم فيت على بيتك وابنك عمره 28 او 27 سنة او حتى لما كان صغير لما فتحت الباب وابنك ركض لعندك بتقول له طلع لعندي او انت تنزل تتواضع او بتشيله فهذا اللي عمله الله